بسم الله الرحمن الرحيم أبناء بناتي تلميذ وتلميذات الصرف الثالث لابتدائي أهلا ومرحبا بكم إن شاء الله النهاردة هنعمل يعني مراجعة للفصل الدراسي الأول وحنشوف أهم الأسئلة المتوقعة في الامتحان إن شاء الله وطبعا شطار وذكرته ورجعته وجهزين إن شاء الله للامتحانات تعالوا نشوف سوا أول سؤال بيقول إيه بيقول لي اكتب قيمة الرقم المشار إليه بالسهم في الأعداد التالي أول عدد زي ما احنا شايفينه قدامنا اللي هو 3521 وبيشاور على السهم يعني على الرقم خمسة في العدد بتاعنا اللي هو 3521 طبعا هنا احنا عايزين قيمة الرقم خد بالك ما قالش القيمة المكانية لو قال القيمة المكانية أو القيمة المنزلية يعني معناها المكان أو المنزل يعني معناها المكان بتاعها هل هي أحد ولا عشرات ولا مئات أول ما بيقول قيمة مكانية أو قيمة منزلية يبقى بيقول على طول طبعا أبناء في مصر بيقول قيمة مكانية وفي فلسطين بيقول قيمة منزلية طب هنا إحنا عندنا دلوقتي قيمة الرقم مناش دعوة بقى دلوقتي لا بالمنزلية ولا بالمكانية احنا هنا قيمة الرقم قيمة الرقم نشوف هو الرقم خمسة ده في خانة ايه المئات بكام اه هو ده المهم بقى بكام اه مدام قال لي قيمة الرقم يعني قيمته بكام هتقول لي بخمسمية لأنه هو أو خمسمئات بس احنا مش عايزين كلمة مئات هنا لما يقول قيمة الرقم يبقى مش عايزين كلمة مئات يبقى هكتب على طول خمسمائة مش ملاحظين معايا ان العدد الرقم اللي هو طلبه اللي هو الخمسة قدامه رقمين ايوه بالزبط حطناهم صفار شفتوا ازاي يعني جينا في العدد اللي بعده اللي هو تلاتة وعشرين الف وربعمية سبعة وخمسين طبعا التلاتة في خانة احد الالوف او الالاف يعني و ديت على طول بنقول عليها كام ثلاثة سلاسة الاف يعني تلات تلاف يعني تلاتة وقدمها تلاتة صفار يعني كل الارقام اللي قدامها بنحطها اصفار يبقى هنا هحط ايه هحط تلات تلاف سلاسة الاف اللي هي تلاتة وقدمها تلاتة اصفار كده طيب لو شفنا العدد اللي بعده تسعة وستين الف ربعمية واثنين هو عايز الستة هنا في خانة ايه طبعا الستة هنا في خانة عشرات الالوف يعني الستة دي ستة عشرات الوف يعني ستين الف ملاحظ ستين الف يعني معناها ان فيه قدامه كام رقم قدامه اربع اصفار بالزبط كده يبقى الستة هتكتب وقدامها صفر اتنين تلاتة اربع يعني ستين الف اللي هما الاربع ارقام اللي قدامها هيبقوا اصفار اظن واضحة الحتة دي وخلاص فهمنها يجيني بقى شكل السؤال بقى اي طريقة خلاص عرفنا الوضع بيجي ايه شكله طيب تعال نشوف السؤال بعده بيقول لي اكمل ما يأتي جايب لي مجسم لا هو بيسألني هنا على مجسم بيقول لي المجسم اللي له ستة اوجه وكل وجهة على شكل مربع هو ايه خد بالك معي مدام قال لي مجسم يعني اجسام ملموسة في فرق بين الجسم وبين الشكل الشكل اللي هو بيترسم على الورقة مربع زي اللي قدامي ده كده اللي انا بشاور عليه او مستطيل كده ايه مرسوم رسم او مسلس او دائرة دول كده اللي انا قلتهم دول اسموهم شكل لكن الاجسام بقى اللي هي بترتفع عن الورقة بتعلى عن الورقة ممكن امسكها ممكن ارشلها وحطها واخدين بالكم معايا زي علبة الدواء اللي بنشوفها ايوة العلب الادوية او اي علب تانية يعني دي هي المجسمات او زي المخروط زي الاستوانة زي المنشور زي الهرم زي الكرة دي كلها بنقول عليها مجسم يبقى تعرف يعني ايه كلمة مجسم في اوجه وفي احرف وفي اوجه واحرف ورؤوس تعال نشوف كده عشان نعرف بس الفرق بين التلاتة في الرسمة اللي مرسومة قدامنا دي لما اقول اوجه يعني يعني وجه اللي هو ده شايفوا اللي هو هنا مثلا على شكل مستطيل او مربع ده والشكل ده كده اهو بتلاقي الجوانب اربعة وفوق واحدة وتحت واحدة يعني بقوا ستة دي الاوجه ده بالنسبة لأه الجسم اللي قدامي ده انا بشرح عليه مثلا عشان نبقى عارفين يعني طيب واذا قلت الرؤوس اه خد بالك بقى الرؤوس هلاقي الحتة او النقطة اللي بيتقابل فيها القطع القطع المستقيمة اللي انا بشاور عليها بالقلم دي ايوة دي او دي او دي اهو او ده كده اهم دول كده اربعة شايفهم اللي انا اعمل اعمل فيهم النقطة دول اربعة وبرضو في الجنب التاني بيكون فيه زيهم اربعة واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة من الخلف بتبقى في الجزئية في المكان ده كده لان ده اصلا نازل كده بالشكل ده كده اهو ايوة كده كده وبعدين جاي كده اهو عشان يكمل الشكل بتاعي ما عليش طبعا عشان انا برسم بالماوس فما فيهوش دقة شوية في الرسمة بتاعته طيب اه لو جينا بقى شوفنا الرؤوس بنقول الرؤوس عددها تمانية ادي واحد ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية دي الرؤوس لكن الاوجه قلنا ستة خلاص كده الاحرف بقى الاحرف هتلاقي القعدة فيها اربعة شايفها ايوة والقعدة التانية فيها اربعة اربعة حروف اربعة خطوط اه دول دول كدهو اربعة فوقهم واربعة تحت تاني اهم ادي كده بقنا تمانية وفي اربعة وقفين كدهو اللي هو القوائم ده هي اللي هي الارتفاعات بتاعته يعني بيبقوا اربعة واربعة واربعة بيبقوا اتناشر يعني عندي ستة وعندي تمانية وعندي اتناشر ستة اللي هي الاوجه خلاص ده بالنسبة اللي قدامي ده اللي انا بتكلم عليه وتمانية اللي هي الرؤوس اللي هي النقط اللي بتتلاقى فيها الاحرف اللي هي اربعة من هنا واربعة من هنا وبعدين اتناشر اللي هي الاحرف اللي هي الخطوط اللي عندي اللي ماشي دي كده خلاص كده تمام طيب اذا انا بعد ما فهمنا الاوجه والاحرف والرؤوس حنسأل بقى ايه المجسم اللي له ستة اوجه وكل واجه منهم على شكل مربع ايوة اه حنقول ايه على طول المكعب هو اه اللي ايه المجسم اللي له ستة اوجه وكل واجه منهم على شكل ايه على شكل مربع كلام جميل اكمل بنفس التسلسل لما يجيني اكمل بنفس التسلسل دي ببص على اتنين وراء بعض على طول يعني ابص على دي مثلا لان هما الاتنين اللي جيين وراء بعض واللي وراها دي واشوف ايه اللي بيحصل فيها هل بتنقص ولا بتزيد هلاقي الاول عددهم خمس ارقام وهنا خمس ارقام هبدأ اشوف اكبر رقم اكبر خانة يعني هنا تسعة وهنا تسعة ما غيرهاش طب الخانة اللي بعدها هنا تمانية وهنا تمانية برضو ما غيرهاش هنا تسعة شايفها وهنا تمانية اه غيره اذا كانت تسعة وبقت تمانية يبقى غير في خانة المئات يعني نقص واحد من المئات طب وفي حاجة تاني اه في السبعة هي شايفها بقت كام هنا بقت ستة هي يعني برضو نقصت واحد في العشرات طب وخانة الاحد لا ما تغيرتش اذا اللي هو غيرهم اللي اتنين دول العشرات والمئات اهو العشرات والمئات نقص واحدة من كل واحدة منهم تفتكر يبقى اللي هتيجي بعدها كام شوف كده بص لها كده وقول لي كام اللي هيجي بعدها على طول يلا لو احنا بصنا لها هنلاقي ان احنا عندنا في 98970 98860 ها الفطرة اللي انا بقى فيها دي ممكن انت توقف الفيديو عشان تحل انت وبعدين تشوف اجابتك هتطلع صح ولا لا وبعدين تشغله يعني اذا انا هنقص واحد من التمانية هتبقى سبعة وهنقص واحد من الستة كمان هتبقى ايه خمسة هشوف كده ايوه هنقص واحد اهيه مش كده مش هي دي ايوه كده اخد هالو واقول له 98000 98750 يعني انا كده نقصت واحد من المئات وواحد من ايه من العشرات بعد كده السبعة هتنقص واحد والخمسة هتنقص واحد يعني دي هتبقى ستة ودي هتبقى اربعة ستة واربعة اهي شايفينها اهي 98640 هجبها دي كده اهو وهحطها له هنا واقول له كده انا كملتلك اللي انت عايزه يبقى تأكد هنا تسعمية وسبعين طبعا بعد التمينة تسعين الف وهنا تمنمية وستين وهنا سبعمية وخمسين وهنا ستمية واربعين وبعدين اللي جات بعدها عشان اطمن اهو خمسمية وتلاتين طيب هنا بقى اللي بعدها بيقول لي ايه بيقول لي انا عندي سبعة زائد اربعين زائد خمسمية خلاص شايفها زائد تلات تلاف زائد عشرين الف الناتجة يطلع كام لما باجي اجمع اخدهم من الكبير وانا ماشي يعني دي عشرين الف شوف اقولها ازاي انا عشرين الف وتلات تلاف بقوا كام هم بقوا تلاتة وعشرين الف مش كده وبعدين خمسمية واربعين وسبعة يعني سبعة واربعين ودي خمسمية سبعة واربعين على بعض وهنا قلنا تلاتة وعشرين ايه الف يعني اللي بعمله كده بص انا بعمل ايه اهو باخد دي كده اهو وحطها فوق دي كده اهو اهي كده شايفها اه يعني اهي كده اهو كده خلاص وبعدين اجيب الخمسمية احطها فوق منها هتيجي كده اهو خلاص شايفها وبعدين اجيب الاربعين كده اهو احطها فوق قدام منها وبعدين اجيب السبعة احطها مكانها يعني اذا انا اللي بعمله اهو بيطلع العدد قدامي بالشكل ده اهو بروح واخده كله كده اهو واروح مودهوله هناك في مكانه واقوله ادي الاجابة بتاعت مسألتك هاي يعني احنا عندنا تلاتة وعشرين الف وخمسمية سبعة واربعين طيب المسألة اللي بعدها بتقول ايه ستة في تسعة يعني ايه ستة في تسعة يعني ستة مقررة تسع مرات طيب كويس كلام جميل هو جابلك بتساوي اول ما بتشوف تساوي دي يعني معناها ان الطرف اللي قدام بيساوي الطرف اللي وراها كله اللي هو الطرف اليمين بيساوي الطرف الشمال كله يعني معناها ان الناتج اللي هيطلع من هنا لازم قد الناتج اللي هيطلع من هنا ما تضربش لا انت شغل مخك انت عندك هنا ستة في تسعة لكن هنا بقت ستة في تلاتة مضروبة في ايه تاني طب انت نقصك مين هنا مش مكتوب التسعة مش كده طيب الستة موجودة هي والتسعة هي اللي مش موجودة هنا لكن موجود هنا تلاتة تلاتة في كام عشان تجيب له التسعة دي لان هي اللي نقصه يبقى تلاتة في ايه تلاتة في تلاتة بالزبط كده يبقى اتأكد انا بقى واشوف هل الكلام ده صح ولا لأ اطلع بيها كده احطها في مكانها واشوف بقى الايجابة هتتقال ايه بقى هتتقال تلاتة في تلاتة تلاتة في تلاتة بتسعة في ستة اها بقت الستة في التسعة خلاص فهمناها طب المجسم اللي كنت بشرح عليه انا من شوية ده ده اسمه ايه ها لو انت شفته كده وركزت عليه شوية هتقول لي اسمه ايه اللي مرسوم قدامك ده احنا من شوية كنا بنتكلم عليه وبنقول عندنا المكعب والشكل ده الشكل ده اسمه ايه ايوة متوازي مستطيلات ليه قلنا عليه متوازي مستطيلات لان هو بيتكون من ست مستطيلات كل اتنين منهم متقابلين وصبعت متوازيين يعني ايه متوازيين يعني مهما مدتهم لفوق او لتحت ما يتقابلوش ابدا اللي هنا في الجنب ده واللي في الجنب ده لو مدتهم على طول كده ما يتقابلوش ابدا وبرضو اللي هنا في الجنب ده واللي في وشه الناحية التانية اللي في الخلفية نفس الكلام برضو ما يتقابلوش ابدا واللي فوق واللي تحت ما بيتقابلوش ابدا مهما انطولو عشان كده بنسميه متوازي مستطيلات يعني المستطيلات اللي موجودة فيه كل اتنين منهم قصاد بعض متوازيين خلاص كده في كم رأس كنا لسه بنحكي فيها من شوية كم رأس كم وجه كم حرف ها عدد رؤوسه كام انا قلتهم لك من شوية يا اما ستة يا اما تمانية يا اما اتناشر انا عايز عدد الرؤوس عدد الرؤوس قلنا النقط اللي بتتلاقى فيها الاضلاع اللي هما قلنا اربعة هنا واربعة في الناحية التانية دي يعني يبقوا كام يبقى عدد الرؤوس هي اللي ايه اللي تمانية اصغرهم مين يا استاذ الاوجه لان الاوجه هما ستة اوجه وبعدين اللي بعدهم مين الرؤوس اللي هي تمانية وبعدين الاحرف الاحرف اللي عددها كام اتناشر يبقى عدد الاوجه قلنا كام أيوة ستة ناخد الستة ونحطها في الأوجو هنا طب والأحرف كام 12 اللي فضله كلام جميل تعال نشوف مسألة تانية اختر لي الإجابة الصحيحة من بين الإجابات اللي هتجي لك شوف بقى هنا بيقول لي إيه بيقول لي أصغر عدد مكون من الأرقام اللي قدامي دي هو مين طبعا أنت عشان ترتبه بترتبه من الشمال لليمين زي رقم التليفون كده وبتاخد أول واحد هنا الصغير لو أنت خدت الصفر وخدت وراه خد بالك من دي كويس جدا لو خدت الصفر وخدت وراه الخمسة وبعدين خدت وراه الستة وبعدين خدت وراه التمانية لاحظ أن العدد ده بقى مكون من كم رقم ها من تلاتة لكن هو جايب لك كم رقم أربعة بتقول لي ما أنا حط الصفر لكن الصفر لما أنت حطيته هنا له قيمة لا ملهوش قيمة طب أعمل إيه في الصفر ده يا أستاذ بقى عشان يبقى له قيمة ها أحطه زي ما هو حطه هنا كده ولا حطه زي ما هو حطه هنا ولا حطه زي ما هو حطه هنا على طول باخده ووديه قبل أول واحد قبله يعني أبدل بينه وبين العدد الرقم الأولاني ده على طول أيوة يعني أجيب ده هي وقوله هي دي الإجابة بتاعتي خدتوا بالكم من الحطة دي يبقى لما يقول لي أصغر عدد يعني مثلا أصغر عدد من الأرقام من ثلاث أرقام مثلا والثلاث أرقام دي مختلفة هتقول لي إيه عشان مختلفة هتقول لي صفر وبعدين واحد وبعدين اتنين كده ما بقاش من ثلاث أرقام بقى من رقمين طب أعمل إيه أشيل الصفر ده من هنا وروح حطه هناه يبقى الإجابة إيه مية واثنين هو ده أصغر رقم من ثلاث أرقام مختلفة خدت بالك معايا وبرضو لما تعوز أربع أرقام مختلفة هتحط هنا ثلاثة خمس أرقام مختلفة هتحط هنا أربعة وهكذا لكن الصفر لازم يجي قبل الواحد مش بعد الواحد طيب بص المسألة دي بيقول لي الخمسة وعشرون خمسة وعشرون ألفا وخمسة عشر بتكتب هل دي خمسة وعشرون ألفا هل دي خمسة وعشرون ألفا هل دي خمسة وعشرون ألفا واضح إن الأخيرة دي ألفين مش كده ولا لأ مش خمسة وعشرين ألف آه لكن دي أهي شايفها خمسة وعشرون ألفا وخمسة عشر أهي هي دي الإجابة طيب مع أحمد مبلغ ألف وخمسمائة جنيه ومع أخته ضعف ما معه يعني إيه ضعف يا أستاذ يعني أده مرتين يعني إيه أده مرتين يعني المبلغ هيتكرر مع أخته مرتين يعني أخته معاها الألف وخمسمية بتاعته ومعاها تاني زيها ألف وخمسمية تاني زيادة عشان هي بيقولي الضعف طب إنت الألف والألف بيبقوا كام مش بيبقوا ألفين طب والخمسمية والخمسمية بيبقوا كام مش ألف وألفين يبقوا كام يبقوا تلات تلاف مش كده ولا لأ يبقى الولد معاها ألف وخمسمية جنيه اللي هو أحمد وأخته معاها تلات تلاف جنيه اللي هو مجموع دول لو انت جمعت اهو صفر صفر وبعدين صفر وتاني ومعك واحد يبقى ثلاثة يبقى ثلاث تلاف ده معنى كلمة ايه بعف يعني قدها مرتين اخته معاها قدوا مرتين يا ترى اللي عايزين لو عايزين نقول اللي معاهم هم اللي اتنين كام هل اطرح من 1500 بتاعت احمد ال 750 بتاعت اخته لا ال 750 دي مش هي الضعف مش كده ولا لا 750 دي تعتبر النص نص ال 1500 طيب لو جيت انا شفت التانية ال 1500 اللي هي بتاعت احمد محطوط عليها 750 احنا اتفقنا ان اللي مع اخته ضعف المبلغ ده يعني اده مرتين يعني يبقى ال 1500 بتاعت احمد وال 3000 اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتاعت اخته وبالتالي تبقى الاجابة الصحيحة هي رقم ايه جيم ده 1500 زائد 3000 اللي انت شايفها قدامك دي طيب لو جينا بعد كده شفنا جايب لي ورقتين من المبالغ هنا 20 جنيه ما عليش اذا كانت مش واضحة شوية وهنا 5 جنيهات بيقول لي المبلغ اللي انا حطه في العلبة ده انا عايز اقسمه على 5 يا ترى كل واحد هياخد كام انت لازم تعرف المبلغ كله كام ده 20 و 5 يبقوا كام يبقوا 25 الخمسة و 20 لما تقسمها على الخمسة كل واحد هياخد كام هياخد 5 بالزبط يبقى الاجابة هي دي وممكن تفكر بطريقة تانية ان انت تقول العشرين اللي عندي دي انا لو قسمتها على الخمسة كل واحد هياخد 4 جنيه والخمسة جنيه دي لو قسمتها على الخمسة كل واحد هياخد جنيه يبقى بكده كل واحد خد ايه خد 5 جنيه خلاص حبايبي شطار تلاميذ سنة ثالثة طيب تعالى نشوف المسألة اللي بعدها بتقول ايه بتقول لي انا رسمت على الورق مجموعة المربعات دي تشايفها يعني عملت مستطيل كده مثلا 16 سنتي مثلا وعملت كل 4 سنتي عملت نقطة كده كده وبعدين رحت موصلهم كده هو وبعدين جيت عملت تاني مربع من تحت كده هو 4 سنتي 4 سنتي 4 سنتي ومن فوق نفس الكلام 4 سنتي 4 سنتي 4 سنتي بقى عندي 6 مربعات بيقول لي الشكل اللي قدامك ده عند طيو يعني لما اجي اطبقه وقالزقه حيديني ايه شو بقى تخيل انت الجوانب دي هتطبق وتلف كده هوت حوالين بعضها بحيث ان الطرف ده يلمس الطرف ده يعني ده هيجي كده هو في الحتة دي كده هوت وهاتني ومن هنا وهاتني وبعدين من هنا وهاتني هبصة لايه الطرف ده يجي عالطرف ده اتعملت الجوانب بتاعته وده الغطى اللي فوق وده الغطى اللي تحت يبقى على طول مدام الجوانب والقعدتين كل واحد من الاوجه الستة عبارة عن مربع يبقى ده متوازن مستطيلات ولا منشور ولا مكعب ها مكعب ليه لان احنا لسه قيلين من شوية المكعب عبارة عن مجسم بيتكون من ستة اوجه كل منها على شكل مربع طيب تعال نشوف المسألة اللي بعدها بيقول لي على الشبكة التابعية اللي موجودة قدامك دي انا عايزك ترسم مربع طول ضلعه خمس واحدات نعمل ايه انت بتيجي هنا بس تعمل حسابك الاول تحسبها كده عشان ما ترجعش تمسح تاني لان ممكن لما تيجي تعد كده ما تكفيكش ايوة فتشوف انت يعني انت لو فرضنا ابتدت من دي مثلا ومشيت كده هتقول ادي واحد خد بالك ما تقولش واحد وانت واقف لسه ما تحركتش ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يا دوب جت لكن لو خدت من البداية من هنا مثلا مش هتكفيك فانت لازم تحسبها الاول فانت لو بدأت من الحتة دي كده وقلت انا هاخد دي اهيه من هنا كده اهو مثلا اهو وهبدأ من هنا وهمشي هقول صفر وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اهو كده وبتروح عامل القطعة المستقيمة بتاعتك توصلها وبعدين بتطلع لفوق برضو خمسة زيهم لانه بيقول لك خمس وحدات يعني ايه شبكة تربعية يعني عبارة عن مربعات مرسومة قدامة كنت بترسم عليها فبتطلع تعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هتوقف عند الحتة ده وبعدين هتمشي برضو كده او تطلع من هنا لي رايحك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هتوقف هنا وبعدين هتروح رسم له ايه المربع اللي هو عايزه هيبقى هتاخد من دي كده هو وهتمشي كده طبعا انت هترسمه رسم هيطلع الشكل الاخير هو المنظر اللي انا عملته ده كده هو اللي هو المربع اللي هو طلبه اللي هو طول ضلعه اه اه خمس ايه وحدات من وحدات الطول اللي عندك ده ايه اذا كانت دي سانتي او او مثلا اتنين سانتي على حسب الوحدات ما ليش دعوة بيها المهمة انا بعد المربعات اللي عندي وبرسم زي ما انت شايف قدامك كده طبعا بترسم بالمسطرة شو بقى هنا بيقولك ايه اي الساعات الاتية بتمثل زوية حدة الساعة السادسة قد بالك الساعة السادسة لما بتبقى الساعة السادسة بيبقى عقارب الشاعة الساعة شكلها ايه بتبقى كده مش كده كده هو من هنا كده وهنا كده فوق الاثناشر وتحت الستة بتقوله اه هي دي الساعة السادسة حال دي بتمثل زوية حدة لأ طبعا لما دي بتمثل ايه بنسميها زوية ايه مستقيمة لان دي مقاسها 180 درجة فبقول عليها زوية مستقيمة ازا كانت كده او كانت كده زي مثلا الساعة ثلاثة لربح لو الساعة ثلاثة لربح هتبقى برضو زوية ايه مستقيمة لان بتبقى عقرب الصغير على ثلاثة والكبير على تسعة طيب اللي بعدها احنا قلنا السادسة خلاص السالسة الساعة ثلاثة السالسة تماما السالسة تماما يعني العقرب الكبير على اتناشر والعقرب الصغير بييجي على ايه على اه تلاثة ما عالش هنعكسه كده وهناخد كده وهنطلع من نقطة المركز بتاعة الساعة وهنطلع فوق كده دي الاتناشر وبعدين التلاتة اللي هي العقرب الصغير بيبقى جاي كده شايفها الساعة ثلاثة بتبقى شكلها ايه ايوة دي كده هي الساعة ثلاثة الساعة ثلاثة دي زاوية حدة لا طبعا مش زاوية حدة امال دي زاوية ايه زاوية قائمة لان دي تسعين درجة تسعين درجة زاوية قائمة طب الساعة واحدة الساعة واحدة دي بتبقى شكلها ازاي العقرب الكبير بيبقى على 12 كده مش كده مش تعرفين في الساعة ولا لا والعقرب الصغير بيبقى على ايه على واحدة كده هنا اهو كده اقوله دي لزاوية حدة دي ليه دي زاوية حدة لان دي اقل من 90 درجة يبقى انا هختار الاجابة بتاعتي اللي هي ايه اللي هي الساعة الواحدة اللي هي ده هقوله دي هي الاجابة بتاعتنا الساعة الواحدة تماما هي دي اللي بتمثل الزاوية الايه الحدة طيب تعال نشوف حاجة تانية بيقوله خد بالك اربعة مضروبة في خمسة يعني ايه يعني اربعة اتكررت خمس مرات وروحنا جمعين عليها اربعة يبقى الاربعة هنا كم مرة هنا خمس مرات متكررة خمس مرات ودي مرة يبقى كم يبقى ست مرات ممكن تدرب ممكن تقول ان چقول اربعة وخمسة بدأ عشرين وت pregnAN على الاربعة يبقى اربعة وعشرين وبعدين تجيب ناتج دي اربعة في ستة باربعة وعشرين يبقى انت لقيت دي جابت اربعة وعشرين ودي جابت اربعة وعشرين يبقى كلامك ماشي مزبوط او ان احنا زي ما بنقول كده الاربعة متكررة خمس مرات وزادت عليها واحدة يبقى ست مرات وهنا الاربعة ست مرات خلاص يبقى كده عرفناها على طول ان هي ايه يساوي يعني هاخترلك نمرة جيم ده ايه هي الاجابة بتاعتنا طيب تعال نشوف واحدة تاني مين في العبارات الاتية صحيحة عشان تعرف العبارات الصحيحة حتبص على عدد الارقام هنا اربعة وهنا اربعة كويس امشي بقى معهم هنا من القيمة الكبيرة من العدد من الرقم الاخير هنا اربعة وهنا اربعة متساويين هنا واحد وهنا صفر يبقى دي ايه مليش دعوة بالاخيرة لان ليه دعوة بالاول يبقى ديك كبيرة يعني العلمة هنا كان مفروض تبقى اكبر من هو حطها اصغر من يبقى دي غلط هسبها طيب تعال نشوف نمرة به هنا دي اتنين الاول دي اهم حاجة لازم تعد الارقام اهم حاجة لان ممكن نجيبها لك هي هي بس دي مش موجودة مثلا كده السبعة دي اللي انا مخبيها بايدة دي شايفها يبقى في الحالة دي حتتخذي عندها وتقول اه دي دي اتنين ودي تلاتة يبقى دي اصغر لا دي دي اكبر ليه اكبر لان دي اربع ارقام ودي تلات ارقام اهم حاجة في المقارنات او في الترتيب انك لازم لما تيجي ترتب او تقارن لازم تعدي الارقام الاول دول اربع ارقام ودول اربع ارقام هنا اثنين في خانة اله احد الالوف اللي هي الالوف يعني وهنا تلاتة يبقى دي على طول اصغر من دي يبقى الاجابة دي هي ايه اللي هنختارها اللي هي الاجابة الصحيحة دة ايه طب بنشوف الي بعدها كده الي بعدها بيقول لبييساوي هل دي بتساوي دي لأ طبعا غلط هي الاعداد هي هي اه ماشي لا مش هي هي حتى كمان الارقام مش هي هي مختلفة لكن المهم ان انت عندك هنا في اختلاف ان دي تمانية ودي تسعة كلمة يساوي يعني تلاقي كلهم قد بعض يعني دي تمانية تبقى دي تمانية دي تسعة تبقى دي تسعة وهكذا لغاية اخر واحد وإلا مش هتبقى تساوي طيب تعال نشوف واحدة تانية بيقول لي خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة اظن انتوا عارفينها في جدول الدربة وسهلة ومش محتاجة ان احنا نوجع دماغنا فيها معاكم ولا انتوا توجعوا دماغكم فيها انها على طول الخمسة متكررة اربع مرات يعني خمسة في اربعة وعا تغلط وتقول خمسة زائد اربعة لأ خمسة زائد اربعة غير دي خالص يبقى الاجابة هنا عبارة عن خمسة مضروبة في اربعة ودايما على فكرة في اختار المفروض تكتب الاجابة وفي نفس الوقت تحط الخط تعمل الاتنين مع بعض تعال نشوف ايمان اتدخلت مبلغ الفين وخمسمية جنيه وبعدين اعطاها والدها الف ومتين جنيه في ايد الميلاد بتاعها الموقف السابق ده محتاج منك عملية ايه هل هي جمع ولا طرح ولا ضرب كان معاها الف بص دايما المسائل اللفظية دي اللي فيها كلام لازم تقراها باللغة العربية وبعدين تحكيها حدوتا لنفسك وبعدين تعرف هو عايز ايه هنا ايمان محوش محوشها الفين وخمسمية جنيه ابوها والدها ادها الف ومتين جنيه في ايد الميلاد يبقى ايه اللي حاصل بقى هنا فلوسها ايه نقصت لأ زادت طب مدام زادت يبقى هيحصل ايه اه عايزة تعرف بقى معاها كام مش كده ولا لا يبقى هتعمل ايه هتجمع يبقى دية هي الاجابة بتاعتي بس انا افضل طبعا ان انت تحط خط تحت الصح الصح يعني الاجابة الصح طيب تعال نشوف حاجة تاني كمان بيقول لي العدد اللي بيمثل المعداد يعني المعداد ده فيه كام راحز ان فيه خانة الاحد موجود تلاتة خانة العشرات مفيش حاجة خانة المئات فيه اربعة وخانة اه الالوف فيها ستة هيبقى دا على طول مين في دول ها هتقول لي يا دي يا دي مش كده ماشي وهستبعد دي طب هل دي تنفع لأ لأ ليه لان العشرات هنا ما فيهاش حاجة لكن هو كتب في العشرات تلاتة طب دي تنفع اه ستة في المئات في الالوف وبعدين اربعة في المئات وبعدين صفر في الاحد وبعدين تلاتة فين في اه اه صفر في العشرات وبعدين تلاتة في الايه الاحد يبقى دية هي الاجابة وبرضه لازم تكمل يعني عشان تبقى عارف يمكن يكون في حاجة حصلة في المسألة لازم تتأكد من الموضوع اه دي تلاتة في الالوف طبعا مش تلاتة في الالوف يبقى دي خلاص انا هسيبها وما تبقاش هي الاجابة طيب تعالا نشوف هنا هنا عندي تلات ارقام تلات اعداد بجمعهم لما اجمع تلات اعداد بجمعهم هما التلاتة مرة واحدة اظن مش معقولة يعني لازم اجمع اتنين وبعدين ازود عليهم التالت مش كده ولا لأ اه طب هنا اختار مين اللي يجمعهم الاول ايوا دول اختار دول يجمعهم الاول وبعدين يزود عليهم دي او ممكن نسيب دي ونعمل ايه وناخد دول نجمعهم مع بعض زي ما هو عامل كده وشوف ساب الاولانية وحط القص بتاع الجمع على التانية يبقى هنا حكتب مين بقى هنا هم حكتب العدد اللي نقص اللي هو كام اللي هو تلات تلاف ستمية اربعة وستين اللي هو ده مش كده ما هو ده موجود هنا وده موجود هنا يبقى فاضل ايه فاضل العدد ده اللي هو تلات تلاف ستمية اربعة وستين دور كده عليه ها نمر ايه شطار نمر جيم بالزبط كده يبقى هي دي الاجابة بتاعتي اللي هي تلات تلاف ستمية اربعة وستين طيب تلات تلاف ستمية اربعة وستين دول دي هيجمع مع السبع تلاف وخمسمية وبعدين هزود عليهم الايه السبت تلاف خمسمية واحد واربعين دي بنسميها عمليات تجمية بجمع اخد الاتنين دول مرة لوحدهم وبعدين اخد دي معا اوى سيب الاولانية واخد الاتنين اجمعهم وبعدين اضفهم على الايه الاولى طيب رجعنا تاني للمجسمات لانها مهمة الحقيقة وانا ما اتعمد ان اركز عليها شوية معاكم قاعدة المنشور اللي قدامك ده ده منشور قدامك زي ما انت شايفه قاعدته يعني اللي هو قاعد عليها ده مش كده ولا لا القاعدة دي شكلها ايه هل هي مسلس ولا مستطيل ولا مربع اظن بينا على طول واضحة قدامك اهي اهو الخط ماشي كده وكده وكده هم تلات تلات اضلاع يعني الشكل ده الشكل بتاع القاعدة شكل القاعدة ايوة شوف الكل ده مجسم اللي هو المنشور لكن القاعدة دي هي الايه المسلسة اللي هي شكل ايوة يبقى هنا في ايه في مسلس قاعدة المنشور المقابل منشور السلاسي اللي قدامك ده على طول قاعدته على شكل ايه اه مسلس طيب تعال نشوف بقى الهرم هرم سلاسي قاعدته تبقى على شكل ايه انا رسمته لك الحقيقة هو طبعا بس انا عشان اسهل عليك الموضوع ادي الهرم اهو قدامي زي ما انت شايف وبعدين الهرم ده الاقي القاعدة بتاعته شكلها ايه اه مربع ممكن تبقى مستطيلة على فكرة الهرم السلاسي بس انت عندك المربع بس اه يبقى على طول قاعدته على شكل ايه مربع ويبقى ده هرم ايه سلاسي كلام جميل الزاوية لقياسها واحد وتسعين درجة يا ترى دي تبقى زاوية حدة ولا زاوية قائمة ولا زاوية منفرجة ايوة منفرجة ليه منفرجة يا استاذ لان زادت درجة عن التسعين يا درجة واحدة ما نقول قائمة وخلاص لا القائمة يعني تسعين درجة بس هي ما فيعش فصال تسعين تقايمة على طول نقصت عن التسعين تبقى حدة زادت عن التسعين لغاية قبل ما توصل المية وتمانين تبقى منفرجة وصلت المية وتمانين زي ما شرحنا من سوايا واحنا بنتكلم على عقرب الساعة لما بتكون ستة يبقى مية وتمانين يبقى زاوية ايه مستقيمة طيب تعالا نشوف ده علامة صح او علامة خطأ امام العبارة الصحيحة او الخطأ خد بالك هنا بيقول ايه بيقول الشعاع بنقراها كده الشعاع عين لام نقطة بدايته النقطة لام اه صح ولا غلط نقوله ايه اه نقوله غلط ليه غلط لان هو بيقولك نقطة بداية الشعاع الشعاع ابتدى منين ابتدى من النقطة عين سواء كان الشعاع ده ماشي في الاتجاه ده كده هو او ماشي في الاتجاه ده كده هو النقطة بتاعت البداية بتاعته اللي هي دي هي عين وهنا برضو هي عين اه مشي كده وعد على نقطة لام هنا مشي كده من عين وعد على نقطة لام يبقى دايما الحرف اللي بيتكتب الاول هو البداية يعني الكلام ده يبقى ايه يبقى خطأ ان الشعاع عين لام نقطة بدايته هي عين ما هيش لام زي ما هو بيقول طيب دي ايه دي خط مستقيم يعني ملهوش بداية ملهوش نهاية ملهوش طول واسمه ميم نون يعني بدايته ميم ولا نهايته نون مثلا لا ده لا بدايته ولا نهايته لانه قلنا ملهوش لبداية ولا نهاية اما للميم والنون ده ايه ده النقطتين كده موجودين عليه هنا كده وهي على نفس القطع على نفس الخط المستقيم فيه نقطتين موجودين عليه طيب بيقول لي هل الخط المستقيم ميم نون هو نفسه الخط المستقيم نون ميم آه ينفع شوف ينفع التبديل مع حاجتين مع القطع المستقيمة ومع الخط المستقيم تنفع تبدل لكن مع الشعاع لا لا ما ينفعش مبدل ليه لان الشعاع له بداية وليس له نهاية انما الخط المستقيم لا ليس له بداية يعني ليس له بداية وليس له نهاية وبرضو القطعة المستقيمة لها بداية ولها نهاية فتقول دي بدايتها ودي نهايتها ماشي تبدل فيها ماشي مع الخط المستقيم او مع القطعة المستقيمة يبقى هنا اقول له ايه اقول له صح صح ليه لان الميم نون الخط المستقيم ممكن اقرى ميم نون وممكن اقرى نون ميم الزاوية المنفرجة اصغر من الزاوية القائمة هل صح الكلام ده احنا لسه الينا حالا لا طبعا غلط ليه الزاوية المنفرجة هي الزاوية اللي بتزيد عن الزاوية القائمة يعني اكبر من الزاوية القائمة طيب الزاوية المستقيمة بتساوي زاويتين قائمتين طب هي كل زاوية قائمة كم درجة تسعين درجة صح كده يعني انا لو جيت وقلت ادي ادي ده الشراع بتاع الزاوية وده ماشي كده فضل ماشي كده هو ده الشراع التاني بتاع الزاوية ونقطة الزاوية هنا مثلا في الحتة دي مش لو طلعت كده حتبقى فيه هنا زاوية قائمة تسعين درجة وفيه هنا زاوية قائمة تسعين درجة مش كده ولا لا مصبوط طيب يبقى هنا فيه تسعين درجة وفيه تسعين درجة اللي اتنين مع بعض يجيبوا الزاوية المستقيمة اللي هي المية وإيه وتمانين يبقى الزاوية المستقيمة بتساوي زاويتين قائمتين أقوله صح طيب يعني مجموع يعني تساوي مجموع زاويتين قائمتين طيب نشوف المسألة اللي بعدها تأمل الشكل اللي قدامك وكمل يا ترى اسم الزاوية اللي مرسومة قدامي دي إيه أخد بالك بقى لما اجي أقرى زاوية نقطة رأس الزاوية اللي هي دي اللي الزاوية معمولة فيها هنا هون اللي هي تلاقي الشعاعين هي نقطة رأس الزاوية لما اجي أقرى الزاوية لازم دي تكون في النص لازم يقول زاوية سين صاد عين يقول زاوية عين صاد سين تاني يقول زاوية سين صاد عين يقول زاوية عين صاد سين يبقى هي دي الإجابة طيب يا ترى لما اجي اختار من اللي موجود تحت قدامي ده هختار مين اهي سين صادعين ولازم احط قدامها العلامة اللي انت شايفها دي اللي هي علامة الزاوية شايف شكلها اه اللي هي مش اصغر من اصغر من بتنزل تحت الخط لكن دي ما بتنزلش تحت الخط بتيجي كده على الخط وبعدين تمشي كده اه دي الزاوية يبقى اسم الزاوية زاوية سين صادعين او ممكن اقرأها احط برضو علامة الزاوية دي واقول عين صادسين طيب رأس الزاوية اللي هي ده هي اللي عليها ايدي دي هي النقطة مين النقطة ايه صاد بالزبط كده اهو طيب دلعين الزاوية بقى خد بالك بقى دلعين الزاوية عبارة عن شعاعين شعاع بييجي من صاد يمر على على سين والشعاع التاني بييجي بيبدأ من صاد ويمر على عين لشان كده بسميهم الضلعين بتوع الزاوية بيقول ضلعة يعني ضلعين الزاوية اقول صادسين الشعاع صادسين والشعاع صادعين شوف نطاقتي بدايته في الاول ايوة كده اهو زي ما انت شايف قدامك ياما اقول صادعين ياما اقول و صادسين اهو هقول الشعاع صادسين باخد رأس الزاوية في الاول اللي هو بداية الشعاع وبعدين امشي على سين والمرة التانية ارجع تاني للصاد وامشي على عين واقول الشعاع صادعين اهو طب انت لما تبص بقى للزاوية اللي قدامك دي نوعها ايه اه الزاوية دي مش هي فضلت تزيد 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 لغاية ما عدت الزاوية القيمة اللي هي هنا الزاوية القيمة هنا هي عدتها يعني زادت عنها تبقى الزاوية دي على طول زاوية ايه هم برافو عليكم زاوية منفرجة بالزبط كده شبطار حبيبي طب بص للشكل ده برضو نوع الزاوية قلب بهجيم فين قلب بهجيم يا استاذ اهي خد بالك اهو هجيب ايدي اهو شايف ماشية كده وبعدين كده اهي الزاوية قلب بهجيم دي نحة زاوية ايه اه ايوا حدة ليه حدة لان لسه ما وصلتش التسعين درجة لو كانت جات لغاية المين كده كانت بقى التسعين طب الزاوية القائمة اسمها ايه اهو بيسألني بقى اهو الزاوية القائمة اسمها ايه عندي ها بص لها كده ها الف ها ب ميم زاوية الف ب ميم اهي دي كده اهو هي الزاوية القائمة اللي انت بتسأل عليها يا عم ليه لانها هي الزاوية اهي باجي كده امشي كده واطلع كده ده في لكن في النطق لما اطلع لما انطق الدلعين الشعاعين يعني بتوحها ببدأ بيها هي رأس الزاوية قول به الف وبه ميم لكن لما انطق الزاوية اخلي رأس الزاوية في النص اقول الف ب ميم دي الزاوية القائمة طيب الزاوية المستقيمة بقى اهي عملة خط مستقيمة اقرأ الحروب بتاعت يا اما زاوية الف به نون يا اما اقول زاوية نون به الف دي صح ودي صح الف به نون اهي صح وزعكست وقول نون به الف برضو صح خلاص حبيبي طيب هنا بقى جدنا الاهم نقطة اللي هي ازاي ترسم زاوية بيقول لي ارسم لي الزاوية قلب بهجيم بشرط ان يكون قياسها اربعين درجة وحدد نوح طيب تعالى نرسمها هي مفروض ان انت بمجرد ما تشوف قياس الزاوية هتعرف نوح لكن تعالى الاول عشان الاهم عندنا دلوقتي هو ازاي نرسم زاوية قلب بهجيم بص اعمل ايه اول حاجة عشان ارسم زاوية لازم استخدم اول حاجة ايه ايوه المصطرة بتاعتي اجيب المصطرة كده واروح كايب اللي انا هعمل زاوية يبقى لازم اعمل شعاع مش كده ولا لا وامشي ازبط امسك المصطرة بايدي الشمال بصبعين اللي اتنين الابهام والسبابة يعني الكبير واللي انت بتقول اسكت انت السبب بي ده ايوه ده يعني السببعين دول ادوس على المصطرة بايدي الشمال وبايدي اليمين اروح عامل الخط بتاعي وامشي كده في الاتجاه ده كده كده هو كده هو ما اروح مطرح ما انا عايز واقف وبعدين اعمل شعاع اقول له كده ادي كده انا عملتلك ايه الشعاع الاول وادي رأس الزاوية خد بالك حدد مكان رأس الزاوية نقطة كده اعملها وطبعا هنا هتاخد حرف تاني اللي يعجبك بقى لكن الزاوية عشان ترسمها اسمها ايه البيه جيم اللي في النص ده هو رأس الزاوية يعني البيه هي ده هه اللي هنا اه اكتب كده ب واختار هنا الالف او الجيم اللي تعجبني مش مشكلة هاختار مثلا هنا الالف يعني بنعملها في الهندسة كده لها ايه حتة من فوق كده طيب بعد ما عملت دي انا عايز رأس الزاوية فين انا عايز رأس الزاوية عند به عند به دي لأ عند النقطة ده خد بالك طيب هقيس الزاوية ازاي الاربعين درجة ايه اللي بنقيس بيه الزاوية المنقلة طبعا هجيب منقلة وعلى فكرة انا بفضل المنقلة اللي في ايدي دي افضل منقلة في القياس بالنسبة لك يعني لو اشتريت منقلة افضل لك كتير او ان انت تجيب المنقلة اللي انا برسم بيها دي لان هي دي الدقيقة والمزبوطة معاك خد بالك المنقلة بيبقى فيها خط من تحت كده وتبص تلاقي من الجنبين فيه اعداد من هنا هتلاقي ركز معايا عشان تبقى فاهم انا بقول ايه من هنا فيه صفر وفيه مية وتمانين طب لو انا النقطة بتاعة رأس الزاوية بزبطها في المركز بتاع المنقلة في الحتة دي شايف النقطة بتاعتها جاية مزبوطة عليها ازاي ايوة اهي ازبط دي وبعدين ازبط الخط مع مع الصفر ده مع مع الخط بتاع الصفر يعني مش مع الصفر مع الحرف اللي مكتوب مع العدد المكتوب الرقم يعني لا بزبطها مع الخط اللي ماشي ده على طول طب ولو كان الخط ماشي في الاتجاه ده ازبطها مع دي طيب ازا كنت انا دلوقتي بقى زبطها خلاص كده ودي الصفر اهو ودي المية وتمانين اعد من اللي فوق ده لا طبعا انت ده بديتك عايز الصفر اهي شايف الحتة دي صفر اهو يبقى هنا هتعد من هنا وانت ماشي كده صفر عشر عشرين ثلاثين ادى اربعين اهي تروح حاطط النقطة على الخط شايف الخط اللي ايدي ماشي عليه ده ده هو هو اللي تحط النقطة عليه بالزبط اه لان ده هو اهم حاجة عندنا تيجي تقول ادى الاربعين اهي واروح حاطط النقطة كده هو جنب المنقلة كده خلاص كده وبعدين تشيل المنقلة وتروح موصل بالمستر الشعاعي التاني طيب افرد يا استاذ ان انا ولا الاول بس نكمل دي وبعدين نبقى نشوف حطة ايه اللي انا عايز اقولها دي حنشيل المنقلة خلاص بعد ما حددنا يبقى انا قلت ايه دلوقتي تاني في المنقلة قلت ايه بحدد النقطة المركز بتاع الدائرة اللي هو النقطة ده هي اللي بيطلع الخطوط دي كلها بتتقابل فيها اه حطها على النقطة بتاعة رأس الزاوية بالزبط وبعدين ازبط من الجنب ده الخط بتاعي على خط الصفر بتاعي وبرضو نفس الكلام اجي بعد كده ابدأ اعد وانا ماشي لغاية عند الاربعين اللي عايزها وحط النقطة بتاعتي وبعدين اشيل المنقلة واروح جايب المصطرة بتاعتي طبعا عشان التانية عايزة تتلف فانا هستغنى عنها وهستخدم المنقلة التانية دي وهشوف هزبطها كده اهو شوف ايدي بتزبط ازاي اهو على النقطة دي وعلى النقطة دي كده بالزبط ايوه وبعدين ابدأ اروح طالع بالشعاع من عند النقطة اللي انا حددت بيها ده ايه واروح ماشي على طول مع المصطرة وبرضو زي ما قلتلك المرة اللي فاتت ايدك الشمال اه مسك المصطرة وايدك اليمين اللي بترسم واذا كنت ما بتعرفش اه تكتب باليمين وبتكتب بالشمال ما فيش مشاكل يبقى امسك المصطرة بتاعتك بايدك الشمال وبعدين ارسم بايدك الايه اليمين ارسم بايدك باليمين وارسم بالشمال طب افرض يا استاذ ان انا عايز بقى ايه خلاص احنا خلصنا الزاوية هي وهي اربعين درجة زي ما قلنا هنكتب الحرف التاني اللي هو بنحدد اي حتة هنا ونروح كتبين عليها الحرف ايه جيم اللي انا اخترته لان الزاوية قال لي عليها اسمها الف بي جيم شايفها ايوة بروح جاي هنا وقول له ادي الجيم بتاعتي وتبقى الزاوية هي ده هي اللي هي كام درجة اللي هي اربعين درجة طيب لو انت بقى عندك المصطرة وعايز ترسم الزاوية من الجنب ده من ناحية دي هوريك برضو تيجي كده وتروح جاي من الشعاع وعامل كده هو من ناحية دي انا بس عايز اوريك حطت المنقلة هتحطها ازاي بس هو ده اهم حاجة عندي اللي عشان تفهمها عشان تقدر تفرق بين المرة اللي فاتت وبين المرات بص كده هتجيب المنقلة وهتزبطها مركز المنقلة شايف شايف المركز ده اهو ايوة اهو شايف المركز اللي هو النقطة بتاعة البداية دي انت مفروض تعملها نقطة في الاول وبعدين لو مشيت كده عند الصفر هتيجي تعدي تب ما فيش خط هنا يبقى الخط من ناحية دي شو بقى انت دايما بتبدأ من الصفر سواء مشيت من هنا زي ما شفنا فوق او مشيت من هنا هتيجي تقول ادي صفر وانت ماشي تحدد الزاوية اللي انت عايزها عايز كم تسعين تحط النقطة وتروح شايل المنقلة وتوصل عايز مية واربعين تحط ادي انت ماشي عمال تعد من هنا من اللي فوق ده شايفو اهو اربعين خمسين ستين سبعين تمانين اهي تسعين مية مية وعشرة مية وعشرين مية وثلاثين مية واربعين عايز مية واربعين تحط النقطة هنا مثلا عايز مية وستين تحط النقطة هنا واخد بالك معايا ايوة لكن لما كنت بتعد في اللي فوق شوف شوفو الفرق بين دي وبين دي اهو بتحط مركز المنقلة على رأس الزاوية وبعدين بتيجي تعد من هنا بقى بتلاقي الصفر هو اللي جوه بتعد منه لغاية ما توصل عند الاربعين طبعا المنقلة يعني هنا مش مش فيها ايه فيها فرق بسيط في الزبط بتاعها اهو اهو كده اه عشان تبص تلاقي الخط اللي انا عملته جاي مع الخط بتاع الاربعين درجة خلاص فهمنا الفرق بين انك تيجي من ناحية دي او تيجي من ناحية دي حبيبي يعني ارجو ان انا ان شاء الله اكون وصلتلكم المعلومات وفدتكم وما تنسوش ان انت برضو تشتركوا في القناة عشان تشوفوا اي فيديوهات بان انت تضغط على كلمة اشترك اللي هي فوق الفيديو او تلاقيها تحت الفيديو نفسه مكتوب جنبها رقم تضغط عليها تدخلك على القناة تشوف كل الفيديوهات اللي انت عايزها عشان ما تحترش وتسأل زي الناس اللي بتسألني تقول الفيديو بتاع الدرسي الفلاني على ايه فين واذا كان عندك اي استفسار اي استفسار اكتبوا تحت الفيديو وانا تحت امرك ناس كتيرة بتسألني وبرد عليها وناس بتشكرني وبردو برد لهم الشكر تحت الفيديو نفسه اللي انت عايزه اكتبوا تحت الفيديو عشان ان شاء الله ارد عليك في المكان اللي انت سألت فيه السؤال و ما تنسوش ان انتو تشتركوا في الجروب بتاعنا اللي هو على الفيسبوك اللي هو دروس دروسنا في بيتنا مجانا وانا هحط الرابط تحت الفيديو نفسه اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي هتلاقيها تحت ازا ما كانش باين اضغط على كلمة المزيد هتلاقيها تروح زهرارك تضغط عليه هتدخل على الصفحة انضملها عشان هتشوف الفيديوهات اللي انا منزلها وحاجات جميلة اوي بتفيدك في الرياضة وتخليك تحب الرياضة يعني فيديوهاتي وفيديوهات تانية كمان انا منزلها حاجات رائعة جميلة تفيدك في الرياضة واتمنلكم التوفيق ان شاء الله وبالنجاح والحصول على الدرجات النهائية والتميز الدائم يا رب واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته